عايز اقول حضراتكم وانا بتكلم معكم صدر الان البيان بتاع مصري بتاع مباحثات اثيوبيا او سد اثيوبيا او سد النهضة كما يطلق عليه انا بحبش اقول عليه سد النهضة انما سد اثيوبيا وانا معجب جدا بان الجانب المصري قرر انه يطلع كل يوم او طلع بيان بالامس وطلع بيان النهاردة علشان نتابع كلنا ومن استناش بقى ايه تفاصيل مين حقال عمل ايه ومين اللي حصل وان اللي حصل وما بيقولوش ليه وكلام ده كله طبعا انا مش هخش في الدباجة انما هخش على طول عقدة اليوم الاربعاء اجتماع المفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث برعاية الاتحاد الافريقي وبحضور مراقبين من الدول الاعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الافريقي والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وخبراء مفاوضية الاتحاد الافريقي وذلك استكمالا للمفاوضات بهدف الوصول الى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبي وقد توافق السادة الوزراء على الخطوات التنفيذية لعملية التفاوت الحالية حيث بدأت لجنة مصغرة مكونة من عضو فني وعضو قانوني من كل دولة بحضور المراقبين والخبراء في تجميع المقترحات المقدمة من الدول الثلاثة في مسودة واحدة على ان تواصل عملها وعرض المسودة على السادة وزراء المياه في الدول الثلاث يوم الجمعة القادم يعني احنا النهاردة خلصنا كذا وحنجمع كذا اللجنة هتجتمع بكرة هتعمل المسودة بتاعتها كل واحد مقترح واحد اتنين تلاتة ويقدموها لوزراء المعنيين في الدول الثلاثة وذلك في اطار محاولة التواصل للتوافق حول النقاط الخلافية واعداد تقرير لعرضه على رئيس جنوب افريقيا بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي يوم 28 اغسطس يعني احنا لسه مع بعض بقى الاسبوع اللي جيدة كله في هذه المناقشات والمسودات واللجان المنبطقة عن اللجنة الاساسية المنبطقة عن اللجان الكذا كما احنا معاكم لغاية الاخر مصر موجود لغاية الاخر عايزين ايه اهو ادي طلباتنا اهي واضحة جدا اهو عادي المراقبين الدوليين اهو عادي اللي احنا عايزينه اهو ومش هنتنازل عن حقوق مصر المائية